خلص المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى وجود انتهاكات ومخالفات بلغ بعضها من الجسامة حداً يعيب العملية الانتخابية برمتها وذلك بحسب التقرير النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النوى بالتاسعة عشر المركز أطلق تقريره النهائي خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه أنه قام برصد وتوثيق عدد من الانتهاكات والمخالفات التي رافقت العملية الانتخابية خلال فترتين ترشح والاقتراع وتراوحت الانتهاكات التي رصدها التقرير ما بين مخالفات المال الأسود وعدم الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية إضافة إلى مخالفات إجرائية خلال عملية الاقتراع ومخالفات لأوامر الدفاع فيما شهدت الأيام التي سبقت عملية تسجيل المرشحين انتخابات عشائرية خارج الأطر القانونية لإحداث توافقات وإفراز مرشحين تحت بصر وسمع الجهات المعنية والحكام الإداريين وشكلت جميعها خرقا لأوامر الدفاع التي تحضر عقد اجتماعات لأكثر من 20 شخصا وناقشت تقرير الضغوطات التي كان يتعرض لها المرشحون لثنيهم عن الترشح لانتخابات النيابية أو الانسحاب منها وذلك بناء على الشكاوى التي تلقاها المركز من مرشحين وغيرهم وبالتحقق من هذا الأمر وبالمتابعة تحقق تشكلت لدى المركز قناعة بأن هذه الإدعاءات صحيحة وأقرب إلى الصحة ترجمة نانسي قنقر